جلسات مطولة ورسائل تجمع على بناء السلام بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وأوروبية أبرزها مصر والسعودية تختتم أعمال منتدى الصداقة في العاصمة اليونانية أثناء لبحث ملفات إقليمية هامة يسعى اللقاء إلى بلورة رؤية مشتركة بين الدول المجتمعة للتعامل مع قضايا عدة خصوصا في مجالي الأمن والطاقة على ما أعلن وزير الخارجية اليوناني ما يوحدنا جميعا هنا اليوم هو إدانة الأعمال غير القانونية التي تقوض السلام والأمن وهدفنا هو بناء حاجز ضد التهديدات والعنف والتطرف والتعصب وتشويه الدين رغم تأكيد المشاركين بأن المنتدى ليس موجها لأي طرف يرى مراقبون أن هذا اللقاء يسعى إلى تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة طموحات تركيا المجاورة وتحديدا في مجال موارد الطاقة شرق البحر المتوسط أثار المنتدى حفيظة أنقرة التي تحدثت عن محاولة للتحالف على أساس العداء لتركيا وفق بيان لوزارة الخارجية قالت إن أي منتدى لا تتمثل فيه تركيا والقبارس الأتراك لا يمكنه إنشاء آلية لتعاون إقليمي ناجح